ومع استمرار الغارات على غزة لليوم الثامن عشر على التوالي تعيش محافظات القطاع الخمسة على وقع القصف المتواصل حيث تستهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمدارس والمستشفيات دون أن تفرق في ذلك بين بشر أو حجر نستعرض المزيد مع أحمد أبو زيد أحمد يبدو أن ولا مكان واحد آمن في غزة الآن صحيح لا على المستوى الجغرافي هناك مناطق آمنة ولا حتى على مستوى المرافق أو المباني أو المنشآت المنازل السكنية والمباني مستهدفة المباني التابعة لغوث وتشغيل اللاجين أونر ومستهدفة وصولا إلى ما بات شائعا الآن من قصف متعمد للمستشفيات شكرا جزيلا لك سلسلة غارات وقصف مدفعي هو الأعنف يعيشه سكان قطاع غزة قوات الاحتلال تواصل قصف الأحياء السكنية المنشآت والمباني المدنية والمستشفيات الأمر الذي أودى بحياة المئات في غضون 24 ساعة فقط المحافظات الخمسة للقطاع شمال غزة ومدينة غزة الوسطى أو دير البلح وخان يونس ورفح تعيش على مداري ثلاثة أسابيع هذا الواقع يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته لإجبار السكان المدنيين على النزوح جنوبا إلى جنوب وادي غزة الغارات الإسرائيلية تتركز على هذه المناطق في شمال القطاع وتحديدا في محور بيت لاهية وبيت حانون وكذلك محور مدينة غزة كما نتابع بيت لاهية وبيت حانون وكذلك محور المدينة الذي يشكل جزءا من الجانب الشمالي جيش الاحتلال الإسرائيلي قال وفق بياناته أنه استهدف ثلاثمائة وعشرين موقعا في القطاع بزعم أنها مناطق ينتشر بها قادة الفصائل الفلسطينية وفق تعبيره وزارة الصحة في غزة تقول إن بنك أهداف إسرائيل كان عبارة عن منازل مأهولة ودمرت هذه المنازل فوق رؤوس سكانها يضاف إلى ذلك المدارس والمستشفيات التي كانت في بؤرة القصف الإسرائيلي مباشرة القصف تركز في مناطق شمال القطاع كبيت لاهية وجبالية وحي الشيخ ردوان وحي الرمال ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة الغارات الإسرائيلية طالت كذلك مخيم المصيرات وسط قطاع غزة فضلا عن بعض المناطق في محافظات أخرى كالوسطى في وسط القطاع بالطبع وخان يونس ورفح في المناطق الجنوبية القصف كذلك طال محيط المستشفى الكويتي في رفح جنوبي القطاع ومحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة وكذا محيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الاندونيسي كما أشرنا بقصف مباشر في محيط هذه المستشفيات كما يعرضوا فوق هذه الخريطة مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن الجيش الإسرائيلي أنذر ما يزيد على 24 مستشفى بضرورة الإخلاء وقال إن إخلاء المستشفيات سيكون أمرا مستحيلا على كامل القطاع يطال القصف الإسرائيلي كل شيء ويتجاوز نصوص القانون الدولي متخذا بذلك كل أساليب العقاب الجماعي لسكان القطاع المدنيين الذين يعانون حصارا واستظروف التجويع المستمر والمتعمد من جانبي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعهدت بذلك أصلا قبل بدء عدوانها لا وقود لا ماء لا دواء ولا غذاء لا حياة تقريبا مع انتظار قصف وقتل بين فينة وأخرى